سلام عليكم يا سيدي اهلا بك. شا انت بتقول في الحلقات اللي فاتت ان محمد عليها افضل الصلاة والسلام. ما تبصش كده. وطبعا سيدي وحبيبي. طب بعدين بعدين هتبكلمك في الحكاية دي بعدين مش مشكلة. كان حفيد سيد مكة. ايو فعلا هو حفيد سيد مكة عبدالمطلق. يعني المفروض ان هو كان غني يعني. انه عايش حياة كويسة يعني. طب وايه اعتراضك على كده? وفي نفس الوقت برضو عايز تقنعني ان هو كان امي ونبيعرفش اللي يراه ايه مش منطقية ان هو يبقى من من اغنى اغنياء مكة واهله مش عارفين يعلموه. ايه تكلفة التعليم كانت ايه كان عندهم دروس خصية اوما برضو ولا ايه? وبعدين هيشتغل ازاي في التجارة وهيمسك حسابات وكوافل تجارية وهو اصلا ما بيعرفش يراه ويكتب. طيب نفرض ان هو كان بيعرف فيه يراه ويكتب. انت عايز ايه يعني عايز توصل لأيه. ايوة ايوة محمد كان بيعرف ايه يراه ويكتب. الخلاصة ان الجزيرة العربية كانت مليانة يهود. وعندهم كتب بنفس الطريقة مكتوبة هي هي. كل اللي عملوه ان هو غير اللغة مش اكتر كتبها بطريقة ثانية. بحيس ان هو ما ازعادش اليهود وما ازعادش المسحيين برضو. وكان فيه مسحيين. انت بنفسك قايل ان كان فيه مسحيين في نجران في اليمن. يعني كان بكل بساطة يقدر يجيب انجيل ويقدر يجيب طورا ويعمل لك ميكس في الاخر يطلع لك القرآن. حسبة بسيطة جدا تخليه بقى سيد مكة بدل عمه عمر بن هشام. اللي هو ابو جهل يعني زي ما انتم سميينه. اي عين صغير كان في الوقت ده كان هيعمل الفكرة دي وهينفزها هي هي وعادي جدا كان هيعمل كده. وبصنعة لطافة قدر ازاي يضحك عليهم ويبقى هو سيد مكة. طيب تمام خلصت? عايز تقول اي حاجة تاني? اتكل على الله بقى عشان عايز اتكلم مع الناس شوية. او ما تتكلش انت على الله. كمل يعني امشي بكوة الدفع مع نفسك عادي. اتزحلق. ما تتكلش على الله لأو. على فكرة يا جماعة الموضوع بجد مش هزار. في واحد عامل قناة على اليوتيوب. آآ المفروض ان هو ملحد. وكل حلقة يستضيف نفسه. يجيب نفسه هو. كرمز الالحد. ويروح جايب واحد تاني. هو برضو نفسه بيلبس جلبية وبيلبس آآ دقن وبيلبس تقاية صلة وكده. ويمسك سبحة. ويبقى مكشر. لازم حواجب المسلمين دي معروفة طبعا. ويبتدي بقى ايه? يتناقش مع نفسه. ويتجدل مع نفسه. ويطلع المسلم ده مهيطل. اما هو نفسه. يطلع في الاخر ان المسلم ده يخسر في اي حاجة يتدقال. ويعني ما عرفش يرد. وكلمتين من الملحد يحرقوه. والحلقة بتجيب اكتر من مئة الف مشاهدة. عادي جدا. فيش اي مشكلة. ده غير ان هو مقتنع تمام الاقتناع. وبيقولها كتير جدا ويكررها في كل مناسبة ان في قنوات اسلامية ليصرف عليها مبالغ ضخمة مش قادر عليه. طيب بعيدا عن المراهج ده انا كلها قدر اقولولك يا ابني ربنا يهديك. اولا مش معنى ان في تشابه كبير جدا بين الكرآن والانجيل والطوراة ده معنى ان هم سرقين من بعض او مقتبسين من بعض او مخشوش يعني. بالعكس ربنا سبحانه وتعالى قالها في سورة الاعلى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. ربنا سبحانه وتعالى ويقولك ان فعلا الكلام اللي هتلاقيه هنا هو هو الكلام اللي موجود في صحف سيدنا ابراهيم وصحف سيدنا موسى اللي هي طبعا التوراة. وده ان دل على شيء فانه يدل على ان التلات كتب جايين من نفس المصدر. اللي هو الله سبحانه وتعالى. نيجي بقى للنقطة التانية. نقطة الكراءة والكتابة. مبدايا كده ما ينفعش تطبق قواعدك وقوانينك اللي موجودة دلوقتي على قواعد وقوانين المجتمع الكراشي. في الحلقات الاولى انا ركزت جدا على ان انا اوريك المجتمع الكراشي عبارة عن ايه؟ عاداته وتقاليده. الناس كانت بتشوف ايه؟ العرف السائد كان عبارة عن ايه؟ يعني مثلا لما اكدت اوي ان انا لازم اقولك ليه كانوا دايما بيرسلوا اولادهم ان هما عند مرضاعات برا مكة. قلتلك لانها بلد سياحي وبيجيلها ناس من كل انحاء الدنيا. اللغة العربية فيها هتلاقيها من اخبطة. من كتر ما بيقابلوا ناس اجانب. بيجيبوا معهم امراض. الستات طول الوقت خايفة ومرعوبة لان جوزها كل شيء متاح بالنسبة له. فمفيش واحدة في الدنيا ممكن ترفضه. فهي لازم تعمل المستحيل عشان تفضل شغلاه. فمش فاضية بقى الرضاعة وخلفة وولادة واوطفال والكلام اللي انت فاهمه ده. كل دا يديلك صورة نهائية في الاخر عشان تبقى عارف المجتمع الكراشي اللي كان عامل ازاي. فما تجيش النهاردة بقى تقول لي تكاليف التعليم والعلم والكتابة والقراءة وترتبها على اساسهم اطلاقا. عشان ما انتهش كتير هنرجع لموضوع الكراءة والكتابة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امي لا يعرف الكراءة والكتابة ام لا? المجتمع المكي بالكامل لم يكن يعرف الكراءة والكتابة. ما كانوش في حاجة اصلا بالكراءة والكتابة. وكانوا لما بيحتاجوا حاجة فيه ناس معينة شغلتها كده. يجوا مسلا يكتبوا لهم عقدة او يكتبوا لهم مبيعة او يكتبوا لهم قرار او يكتبوا لهم اي حاجة زي كده. وبياخد او كرتو بيمشي. لكن الطبيعي والعادي انه هو مش كلنا نبعارفين الكراءة والكتابة. واول من ادخل الكراءة والكتابة في مكة كان اسمه بالكامل حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف الكراشي الاموي. وحرب ده كان والد ابو سفيان. وكان عدد اللي بيقروا يكتبوا في مكة هما سبعتاشر واحد. ودي لستة بقى سامين. زي ما اتفقنا ان اللي دخل الكتابة مكة كان حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وتعلم الكتابة لما سافر الحيرة قابل هناك واحد اسمه اسلم ابن سدرة علمه القراءة والكتابة. اسلم ابن سدرة ده اتعلم من واحد اسمه مرامر ابن مرة لما كان في الانبار. رجع حرب ابن امية على مكة وكان طبيعي جدا ان هو يعلم علته اول ناس وهو كان من بني عبد شمس. عشان كده هنلاقي ان سبعتاشر واحد اللي بيكتبوا سبعة منهم من بني عبد شمس. هو نفسه حرب ابن امية وابنه ابو سفيان ابن حرب اللي علم الكتابة لولاده الاتنين معاوية ابن ابي سفيان ويزيد ابن ابي سفيان. نيجي بقى العائلة تانية كان من بني عبد شمس برضو وكانوا ابان ابن سعيد وحق. وابو حزيفة ابن عطب ابن ربيعة. وعثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. نيجي بقى العائلة اللي بعديها اللي هم بنو عامر ابن لؤي. اول واحد فيهم كان متعلم الاراة والكتابة كان حويتب ابن عبد العزي العامري. وحاطب ابن عمر وعبد الله ابن سعد ابن ابي سرح. في بقى ناس كانت من بطول مختلفة يعني من عائلات تانية زي عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه كان من بني عدي. وابو عبيدة ابن الحارس من بني فهر. وطلحة من بني تايم ابن مرة. وابو سلمة عبد الاسد من بني مخزوم. وضيهم ابن السلط ابن مخزوم ابن المطالب. وده كان من بني المطالب. لحد كده مفيش ولا واحد من بني هاشم. الوحيد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وده كان رقم سبعتاشر اخر واحد من اهل مكة يعرف الكراءة والكتابة. وارسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجيه اتربى عنده عشان يتعلم. والقصة بدأت لما كان ابو طالب يمر بضائقة مالية وما يقدرش يصرف على بيته. فعادت العرب في الوقت ده ان اخواته كل واحد منهم ياخد عيل من العيال. وكان نصيب رسول صلى الله عليه وسلم ان هو اخد سيدنا علي ابن ابي طالب. طيب لو اخدت بالك كده معي ان فيه رقم ستاشر واقع انا ما قلتوش. رقم ستاشر ده كان من خارج مكة وهو كان ورقة ابن نوفل وما كانش من اصول مكية. فعشان كده ما تحطش في التصنيف. واللي هنحكي عنه بعد كده لان هيبقى ليه دور كبير جدا عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هنحكيها في وقته. الخلاصة ان بني هاشم ما كانوش محتاجين ان هما يشتغلوا كتب او عند حد لان كان يكفيهم شرف سقاية الحجيج اللي حكينا عنه قبل اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا ان الشرف ده كان عند عبد المطالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده ورسوا الابنائه وكان من نصيب ابو طالب فما كانش حد عنده محتاج خالص ان هو يشتغل كتبه عند اي عيلة تانية. فاقتعبت نفسك وحرقت بنزين كتير وحاولت كتير جدا على كل ده مفيش في الاخر. انا مش مرد عليك كمسلم بيرد على ملحد والكلام ده اطلاقا والله انا بتكلم عليك انسان بيكلم انسان. نصيحة ليكم يا ريت تتجنب الناس دي بقدر الامكان وزي ما اتفقنا اكتر حاجة هتحرقهم هي تمسكنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما احنا نحبه اكتر ونجله اكتر ونقعد نحكي قصصه لعيالنا ونعلمهم ازاي يستنوا بسنته دي حاجة بتولع فيهم اكتر وبتخليهم نصرفوا فلوس اكتر. كل ده على ايه? ولا حاجة في الاخر. اه مش هطبع عليكم بقى اكتر من كده. شكر جدا لكم. شكر جدا لدعمكم. وسلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة